السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جسم الإنسان هو أذكى وأعقد شيء في الكون فعندما تكون بحاجة إلى شيء يظهر على شكل أعراض معينة تشير إلى نقص هذا الفيتامين أو ذاك لذلك يدرك الشخص بأن عليه تغيير نظامه الغذائي توجد حاليا حميات غذائية مختلفة وكثيرة وعند مراعاتها إلى جانب لمط حياتي غير صحيح فإنها تسبب نقصا جديا في المعادن والفيتامينات اللازمة للجسم قد حدد الخبراء خمسا من هذه العلامات تشير إلى نقص هذه الفيتامينات والمعادن أولى هذه العلامات تشققات في زوايا الفم تشير هذه التشققات إلى أن الجسم بحاجة إلى الحديد والزنك وفيتامينات بي 2 وبي 3 وبي 12 إلى نقص هذه الفيتامينات يعاني منه النباتيون لأن الجسم لا يحصل على الكمية النازمة من الحديد والزنك لذلك يجب على الشخص تناول لحوم الطيور والدواجن وسمك السلمون والبيض كما أن الفول السوداني والبقوليات تفي بالغرض فيزداد امتصاص الحديد بمساعدة فيتامين سي الذي يساعد أيضا في مكافحة العدوى لذلك فإن جمع هذه المواد مع خضروات مثل البروكلي والفلفل الأحمر والقرنبي الضروري ثانيا البصور وحب الشباب وما شابهها فهي دليل على نقص الأحماض الدهنية وفيتامينات A وD لذلك يجب التقليل من تناول الدهون المحولة والتركيز على تناول الدهون الصحية الموجودة في سمك السلمون والسردين وفي المكسرات مثل الجوز واللوز فلنحصول على فيتامين A يجب تناول الخضروات الورقية مثل الجزر والبطاطا الحلوى والفلفل الأحمر هذه المواد تعطي الجسم البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A ثالثا الطفح الجلدي على الوجه وتساقط الشعر وهذا دليل على نقص فيتامين B7 البيوتين يعرف البيوتين بأنه الفيتامين الرئيسي للشعر مع أن جسم الإنسان يحافظ على مخزون فيتامينات K وE وA وD المذيبة للدهون إلا أن معظم فيتامينات المجموعة B تحتاج إلى تجديد مستواها بالسمرار لذلك يجب تناول سمك السلمون والأفوكادو والفطر والقرنبيت والملفوف وفول الصوية والمكسرات والموز والبيض رابعا تخضر ووغز في الأطراف فهذا دليل على نقص فيتامينات B12 وB6 وB9 هذه المشكلة مرتبطة بالأعصاب الطرفية التي نهاياتها قريبة من الجلد والأعراض المذكورة قد تكون ناتجة عن القلق والاكتئاب والتعب وخلل في التوازن الهرموني لذلك ينصح الخبراء الاكثار من تناول السبانخ والهليون والبنجر والفاصوليا والأحم الطيور والدواجن خامسا تشنجات في عضلة الصاق والورك تكرر هذه التشنجات دليل مباشر على نقص المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم في الجسم كما قد يكون سببها الإرهاق نتيجة التدريبات الرياضية العنيفة ما يسبب التعرق وفقدان نسبة عالية من المعادن الضرورية للجسم لذلك من الضروري تناول الموز والموز والبندق والبروكلي والسبانخ مع تحياتنا لكم بدوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته